يعني أنت وأنا عارفين أنه كمان لما كتب يحنى بوحي من الروح القدس كان بحارب بدعة نعم وهي البدعة بدعة الغنوصية اللي بترفض أنه الله يعني يصير جسد والجسد مادة نعم والمادة شر نعم فبحدده الله نوعا ما شاركنا شوي في الموضوع شكرا يا أسيس الغنوصية فلسفة شيطانية نعم أحد الفلسفات الشيطانية وأحد الضلالات اللي اخترعها مصنع الضلالات الشيطان نفسه الشيطان في الكتاب المقدس أول مهمة ليه هي الضلال والضلال ده نور احنا حاليا في الستوديو ففيه نور والبرنامج ليه يكون نور عكس النور فيه ظلمة الظلمة الحالكة الضلال أكثر خطرا من الظلمة لأن الضلال مازيج من النور مخلوط بالظلمة فيوجد الحق ده صافي ويوجد الكذب صافي ويوجد الضلال ده مازيج من الحق والكذب أنا متأكد أن هنا مش صم هنا في قهوة وأنا وأنت من محبين القهوة كاسك شكرا من أجل الجهوة يا جسيس لو جبتلك كوب عسل عسل صافي رائع لو جبت كوب مليان بالسم ده سم صافي معروف قاتل لكن لو مازجت شوية سم جوة العسل وقدمتهم للضيوف بتوعي باعتبارهم هيدوجوا رائع عسل لكنه بعد شوية هيموت الضلال كده الغنوسية وما شبيه لها كده الغنوسية شهود يهوى جيزوس أونلي كل دي بدعة يا صحدي كل دي وكل ما غيرها من ضلالات مازيج من الحق والكذب والإنسان لقل التمييزه أو لرغبته في عدم التمييز أو لأنه لا يريد أن يبحث أو لأنه يحب الضلال يأخذ الضلال باعتباره هو الحق ودي الكارثة الغنوسية كده بعض الحقائق الصحيحة مخلوطة مع بعض الحقائق الكذبة وأنتجت الغنوسية فبيؤمنوا بالله نعم وبيؤمنوا أنه روح صح وبيؤمنوا أن الله خير صح لكن بدأ الكذب يدخل بما أن الله روح والله خير بعد كده بدأ يقول أن المادة شر ها دي كذب المادة شر دي كذب وممكن يقنع الناس أن المادة شر من خلال أنهم شوف اللي طالع من الإنسان شرور شوف اللي طالع من الحيوان شرور شوف نباتات سمة دي شرور فمستحيل يكون الله شر آه شر فبيقولوا أن المادة لأنها شر فمستحيل يكون الله الخير هو الذي خلق الشر طب إيه رأيكم الغنوسين منه الذي خلق بينادوا بكذبة أخرى إيه؟ أن هناك انبثاقات خرجت من الله كائنات أقل شأنا من الله أقل درجة أقل درجة ثم ظهر من الأقل أقل ومن الأقل أقل 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 إلى أن وصلنا إلى قاع ما ظهر كائن بإمكانيات إلهية لكنه شرير هذا الكائن هو الذي خلق المادة وهذا الكائن ده سموه اللوجس عايزين يقولوا أنه هو ده الخلق هنا بدأ بوليس يرد عليهم لأن هذه الفلسفة بدأت تخذوا الكنيسة في كلوسي وهو لم يكن ظهر الكنيسة ولا هو لا أسسها أسسها واحد تاني وهو كان في السجن فشعر بالخطر الذي يهدد الكنيسة ليه؟ لأنه عندنا في كلمة الله الذي خلق هو الإبن وإذا كان عايز يقول أن الإبن هو هو هذا المنبثق من الله الأقل شأنا من الله معنى كده أنك انت دمرت الإيمان الذي ينادي بوساطة المسيح المسيح هو الوسيط بين الله والناس فإذا شوحت الوسيط لن ألجأ له وبالتالي سأهلك وده غرض الضلالة كل ضلالة غرضها تشوه المسيح وتقلل من شأنه لتظهره أنه أقل شأن من الله يعني فيه ضلالات كتير قوي بتظهر المسيح أقل شأن من الله بس حلو مسيح حلو شخص حلو بس أقل شأن مثلا مجرد إنسان لا والرسول يحنى يعني تكلم عن الذي ينكر الآب والابن وينكر التجسد طبعا أنه جاء في الجسد طبعا أنه بقول لك حاشا لله أنه يتخذ جسد يعني الله بجوعه بياطشه كده بتعرف كل الأشياء اللي بنسمعها ما زلنا حتى يومنا هذا نعم الغنوسية جالت الكلام ده من ألفين سنة من ألفين سنة أنه مش عايزين إلا أنه بينظر إلى مادة شر مع أن المادة ليست شر الشر النابع من قلب الإنسان الفاسد لكنه لم ينبع من مادة دي مادة التربيزة الحلوة الجميلة دي مادة للستوديو ده مادة هذا الجسد مادة مش هو المشكلة المشكلة في الخطيئة الساكنة المشكلة بيبتدي في التنازلات حتى ينكر بالكامل هوية يسوع نعم يعني بيوصل لدرجة أنه طالما هذا المادة شر فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت وبتنشر الإباحية نعم انتشرت الإباحية لأنه يعني أفتر أول أنه الجنس والشهوة كله هذا ما هو في الجسد والجسد زائل مادة شر اللي الله بهمه الروح عارف التطورات هاي اللي بتعطي تشريع للزنا والشهوة والإباحية وكل من هذا باسم الدين أو باسم التدين ودي الغنسية نعم لأنه لما قالوا أن المادة شر رفضوا التجسد لأنه مستحين أن الكلمة يصير جسدا لأنه سيصير له جسد مادي وبالتالي سيصير شرا فأنكروا التجسد وظنوا أن يسوع مجرد خيال روحي ظاهرة روحية في شكل مجرد مادي للدرجة كانوا بيقولوا إيه أسيس أنه لما بيمشي أقدامه لا تترك أثر على الأرض لها إشعة الخرافات نعم والعالم مستعد تماما لتقبل الخرافات وبالتالي أنكروا التجسد وبالتالي جالوا حاجة أو حش بما أن أن الله مستحيل يكون متجسدا وبالتالي مستحيل يصدر أي شيء منه يخلق حاجة شر فبدأوا يشويهوا إله العهد القديم بدأوا ينظروا إلى إله العهد القديم باعتبروا مش هو الله الحقيقي لا خالص بدأوا يتكلموا أن إله العهد الجديد هو الله الحقيقي وإله العهد القديم مش هو الله الحقيقي عشان كده هذا الأمر سبب تشويه في الناس في الناس لأنه لما بنرى عقوبات إلهية كثيرة للبشر بسبب ابتعاتهم عن الله في العهد القديم لأن الله قاضي من حق وأن يعاقب بدأوا ينظروا إلى إله العهد القديم مختلفا عن إله العهد الجديد حتى الغنصية نظرت هذه النظرة نعم نعم كده ده صار عدوا لله فصار في سراع مع الله وهيك الضلالات بتبتدي يا أخ سامح نعم التنازلات تبتدي تنكر بالوحي تبتدي تنكر صحة الكتاب تبتدي تنكر قصة العهد القديم نعم القليقة وإلى أخير لحد ما بيبتدي لا بيوصل لدرجة الإباحية خلاص ترجمة نانسي قنقر